ضمن دورها الحثيث في تبيان الفتاوى الشرعية نظم قسم الفتوى بهيئة علماء المسلمين قراءة في كتاب فتاوى ودراسات شرعية منتقات بحضور عدد من العلماء والتدريسيين وطلاب العلم وبين الشيخ عمار العودة في المحاضرة العلمية فتاوى أصدرها علماء الهيئة بعد احتلال العراق في وقت تخلى فيه الكثير من العلماء عن الفتوى خوفا من القتل والاعتقال هذا الكتاب أغلب الفتاوى كانت في مرحلة ما بعد الاحتلال يعني السنوات الأولى للاحتلال فقسم الفتوى قبل عام تقريبا وفي هذه المرحلة طبع هذا الكتاب انتقى الفتاوى المهمة التي تحدثت في الشأن العراقي وكما تعرفون أن المرحلة التي تكلم عنها الأخ عماد في مقدمته مرحلة عصيبة على العراق جرت فيها كثير من الأحداث المؤلمة للعراق والمسلمين عموما فقسم الفتوى وهيئة علماء المسلمين في تلك المرحلة تصدت لهذا الأمر لأن في تلك المرحلة تخلى كثير من العلماء عن واجبهم الشرعي في تبيان الأمور للناس من باب الخوف خوفا من القتل والخوف من الاعتقال والخوف من التهديد وغيرها وتناول الشيخ العودة أبرز الفتاوى ومنها حرمة سفك الدماء والتجاوز على دور العبادة والتحذير من الميليشيات العسكرية المؤطرة بإطار طائفي وتحريم الاعتذاء على مدينتي النجف والفلوجة إضافة إلى فتاوى تتعلق بالشأن العام والمعاملات والدراسات الشرعية هذه الصورة وقع عليها العلماء وأصدروا فتوى بحرمة سفك الدماء وحرمة التجاوز على دور العبادة وفتوى موثقة وأنزلنا صورتها في الكتاب ليكون دليل على هذه الفتوى ومن وقع على هذه الفتوى فتوى شرعية التحذير من الميليشيات العسكرية في حينها أصدر الحاكم المدني للعراق بريمر وقرار بحل الجيش وتشكيل ميليشيات من الأحزاب الموجودة في السلطة وصفت بأنها شيعية وكردية فقط فصدر من الهيئة فتوى شرعية للتحذير من هذه الميليشيات لأنها أطرت بإطار طائفي وستأتي إلى العراق بالوبال وهذا ما رأيناه الآن هذه الفتوى ترد على من قال بأن الهيئة حرمت الدخول في الجيش والشرطة الذي يحرم الدخول في الجيش والشرطة يصدر هذه النصائح لإعادة الجيش فتقول أن يعاد تشكيل الجيش العراقي من العناصر النظيفة إذن الهيئة دعت إلى إعادة تشكيل الجيش ولكن بشرط أن يكون من عناصر نظيفة ليس بتابعة للاحتلال أو تلطخت أيديها بالجرائم ضد العراقيين فتاوى وثقت كشهادات حق للعلماء الصادعين بالحق وأضطرت بأحرف من نور فتاوى استنارت بالفقه الجماعي لمسائل معاصرة في زمن أريد للحق أن يكون باطلا فتاوى استعانت بالتاريخ الإسلامي الحافل بالوثائق الفقهية والمفاهيم الصحيحة لعلماء السلف الصالح